أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا إلى آخر محطاتنا في هذا الصباح نتحدث عن خسائر القطاع الزراعي أثناء المنخفضات الجوية الماضية ودور وزارة الزراعة في التواصل مع المزارعين وتعويض المزارعين نتيجة المنخفضات أكيد مجموعة من الإرشادات نستوضحها مع ضيفتنا صديقة البرنامج المهندسة ضحى عبدين مديرة دائرة الإعلام الزراعي في الإدارة العامة لإرشاد في وزارة الزراع عيسى صباحك صباح الخير إليك ألا صباح الخير لأستاذ المشاهدين أيضا والأخوة المزارعين والمزارعات المزارعات أكيد أكيد في كفة أرجاء بأطاني خليف أهلا وسهلا فيك دائما بالدوري دائما بالشرفي دائما بالتسلم يعني بأخذ هذا يعني بفضل تواصلكم مع وزارة الزراع الدائما وتواصلكم معنا هذا واجبنا دائما دائما إحنا تحياتنا وهمنا المزارعين والمزارعات في كل مكان خاصة في هذا الموسم تحديدا نعم نشوف منخفضات متتالية لابد من بعض الخسائر ضحى حدثينا كيف كانت أو كيف مرت هذه المخفضات على القطاع الزراعي يعني حقيقة بناء على جولات مرشدين وزارة الزراعة بالتعاون مع صندوق درء المخاطر يعني الإحصاءات الأولية كانت أو خلينا نحكي نتائج الأولية كانت من الجولات هي التعرض أو تأثر لبيوت المحمية أكتر إشي عبارة عن تمزق تطايل لبلاستيك وأيضا في عنا بيوت الثروة الحيوانية في المناطق الجنوب هاي المناطق طبعا بتبقى في مناطق المسافر بالإضافة لعني خلينا نحكي تدفق المياه على بعض الأشجار فكان في نوع من اقتلاع خفيف لبعض الأشجار يعني كانت عنا في الزيتون بناء على يعني ما تم إبلاغنا لكن الحمد لله رب العالمين إن شاء الله أنا ما تكونش يعني أو تتعمق أكتر يعني خلال المنخفض القادم إن شاء الله لم نشهد أي سقيع الفترة الماضية صحيح يعني هذا هو أكتر شي ممكن يأثر على المزروعات الفترة الماضية يعني بجوز كان السقيع هو ليوم واحد يعني فعادة يوم واحد ما بيكونش تأثيره كبير على المزروعات التأثير السقيع أو حتى الثلوج عادة بيكون تأثيرها إذا استمر يعني لأكتر من ثلاث أو أربع أيام بيكون تأثيره على القطاع الزراعي أو يظهر تأثيره على القطاع الزراعي يعني لا لكن يوم واحد يعني بإمكان المزارعين يتصرف أو يأخذ الإجراءات اللقائية نعم ضحة بالنسبة لكميات الأمطار أو المنسوب لحد الآن يعني هل هو مناسب للقطاع للمنتجات الزراعية للمزارعين حتى الآن؟ يعني حقيقة بالنسبة لكميات الأمطار نحن دائما متواصلين مع دائرة المياه في وزارة الزراع عندنا المهندسة ابتسام أبو الهيجة دائما في تواصل معنا عم تبعت لنا معدلات الأمطار يعني آخر معدلات أمطار كانت في 18 و19 واحد يعني لكن آخر من خفض يعني لسه ما وصلنا لكمية المطار كان عندنا حوالي 50% هلأ يفترض بناء على يعني أنا ما وصلني أنه في نهاية شهر واحد نكون وصلين لـ 73% هلأ إحنا وصلين لـ 50% مع المعدلات المطارية خلال الأيام طبعا ما بعد 19 الشهر وفي عنا مرخفضات متوقعة هاي يعني في أمل إنه تتعدل عنا كميات الأمطار أو نوصل للمعدل حتى يعني اللي بحقيق لنا الوضع الآمن للقطاع الزراعي لكن حاليا إحنا بنحكي إنه الوضع الزراعي هو يعني في وضع يعني شبه يعني آمن إلا الزراعات عندنا الشتوية لخلين نحكي للمراعي فيعني الوضع جيد بنقمال إن شاء الله في المنخفضات القادمة إنه يعود عادة يعني القاعدة المطرية بتقول إنه يعني ثلاث سنوات عندنا أو خلينا نحكي سنة من نقص معدل الأمطار بنحتاج فيها لثلاث سنوات لحتى إحنا نوصل للتعويض الفاقد نوصل للمعدل حتى نعوض لنا الفاقد هاي الخمسين بالمئة هل هي طبيعية في هذا الوقت من العام كانت مقارنة بالسنوات الماضية يعني أقل عادة إحنا بنكون مجتازين يعني هاي النسبة في هذا الوقت هلأ عادة إحنا في السنوات الماضية إحنا الثلاث سنوات عام منعاني من شح الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة وهذا بأثر على القطاع الزراعي سواء عندنا الحرارة أو الرياح الشديد اللي بتعمل زيادة في التبخر أو عندنا الأمطار اللي هي نقص الأمطار فعادة موسم الشتاء إحنا بنقسمه لمربعانية وخمسينية المربعانية هي تعتبر النصف الأول من الشتاء فإحنا نوصل لمعدل يعني إن شاء الله نكون مقاربين للمعدل الطبيعي فبنكون حققنا يعني جزء نيح من النجاح قطاع الزراعي وعادة بيعتبروه إنه كوانين هي الأشهر المطر الغزيري والأشهر الأساسية للقطاع الزراعي فإحنا بنتمنى إنه ليكون في عنا منخفض جوي يعني ممكن يكون له تأثير سلبي على القطاع الزراعي ولكن أكيد يكون له تأثيرات إيجابية فيما بعد أيضا على الزراعة أستاذ الضحى يعني فيما يتعلق بالمخافض القادم التي تتأثر بها البلاد ومن المتوقع أن تسقط بعض الثلوج على المرتفعات هل هناك بعض النصائح التي يمكن يقدمها كمان لكل الأشخاص التي يمكن أن يكونوا معرضين للتعرض للثلوج في المناطق العالية كيف يمكن يتعاملوا سواء بالنسبة للثروة الحيوانية وأيضا المزروعات نعم هلأ بالنسبة لثلوج طبعا هي إرشاداتها بتختلف عن سابقها من الأمطار اللي إحنا حكيناها والرياح لأن المزارع يجب أن يكون في متابعة مستمرة خصوصا بهاي الأشهر من السنة فعندنا الثلوج منيحكي خلينا نأخذ قطاع قطاع قلاء يعني مثلا على البيوت المحمية البيوت المحمية يجب إزالة الثلوج أولا بأول حسب إمكانيات المزارع إما باستخدام المرشات المائية أو بطريقة يدوية هي يعني بطريقة بتحقق إنها سلامته أول إشي وسلامة مزروعاته طبعا هذا عن إزالة الثلوج أيضا يجب مقارنة درجة الحرارة ما بين داخل البيت وخارج البيت إذا كانت درجة الحرارة داخل البيت أقل من خارج البيت يجب أن يقوم المزارع بعملية تهوية من الجانب السفل للبيت لحتى تتعادل درجات عندنا الحرارة بالإضافة للرش الوقائي المزارعين يجب عليهم أن يقوموا بالرش الوقائي لمزروعاتهم خصوصا في عنا أمراض فطرية بتنتشر خلال هاي الفترة ممكن نتيجة الأمطار يتصاب بالمزروعات بالعفان الأبيض والعفان الأسود فالمفروض أن المزارع يقوم بالرش الوقائي قبل المنخفض وبعد عنا المنخفض هذا بالنسبة لزراعة المحمية بالنسبة للزراعة المكشوفة وسائل التدفئة المتاحة للمزارعين يجب اتباعها طبعا سواء ممكن من خلال المدافع اللي هي عبارة عن رمل مخلوط بكاز اللي هي مواد مشتعلة وتوزيعها في نقاط متعددة في الحقل هذا بتعمل تدفئة للمحاصيل على الأقل على ارتفاع مص متر على المحصول وبالتالي إنقاط عنا المحصول سواء من السلوج أو حتى كمان عنا من السقيع وممكن للمزارعين يشغلوا المرشات المائية بشكل رذابي هذا بيعمل أيضا تدفئة للمحاصيل الزراعية إذا بدنا نحكي على مستوى الأشتال حاليا في عنا زراعة أشتال ضمن مشروع تخضير فلسطين في عنا توزيع أشتال الأمطار كتير جيدة لهذه الأشتال لأنها بدها راي خلال السنوات الأولى من عمر الشتلة ولكن لحتى إحنا نحمي الأشتال من الثلوج أو السقيع المتوقع ما بعد الثلوج والليه بيكون بشكل خطر على المزوعة إحنا بننصح بالمشاتل ممكن يحطوا الرشة على هاي الأشتال بيدفوها أو ممكن لف الأشتال وخصوصا عندنا منطقة التطعيم بالكرتون العازل أو الخيش هذا بيعمل على حماية هاي الأشتال وبيعمل على تدفعتها هلأ إذا بدنا نحكي بنسبة لأشجار البستن الشجرية أشجار البستن الشجرية هي مناسب إلها البرد خصوصا بهاي الفترة لأنه إذا ما كان فيه عنا برد معناته ما فيه عنا إثمار فيهما بعد فساحات البرودة كتير ضرورية عنا لأشجار البستن الشجرية هلأ بدنا نحكي بالنسبة للثروة الحيوانية عنا وخصوصا الدواجن أو الأغنام البراكسات بالنسبة للبراكسات ضرورة المزارع يعمل على إزالة الثلوج عن البراكسات أولاً بأول لحتى ما تتراكم وتعمل تبريد لداخل البراكس ممكن المزارع يخط كياس من الخشى على سطح البراكس وبالتالي بسهل إزالة الثلوج أو يفرد الشادر على سطح البراكس وبالتالي إزالة الثلوج بتكون سهلة للمزارع عملية التدفئة داخل البراكسات أيضاً كتير مهم آلاء يعني بالطريقة اللي هو بيرتقيها المزارع ممكن عن طريق المدافع يعني بطريقة هو يشوفها مناسبة إلى ومتوفرة لعنده بشرط عدم إحكام إغلاق إحكام البراكس بشكل كامل لحتى ما تخرج الغازات المتصاعدة من زرق الدواجن أو روة الحيوانات وبالتالي ممكن تتكثف وتتراكم وتنزل على القطيع وتتسبب عندنا بأمراض يعني يجب أن يكون هناك مجرى تهوية بحيث أنه ما يدخل تيارات هوائية باردة يعني المزارع بقدر هو يتحكم بمجاري التهوية بحيث يفتح لنا شباك واحد وليس نافذتين مقابلتين لحتى ما يصير لدينا تيار هوائي يعني بارد داخل لعندنا البراكس كمان بالإضافة إلى ذلك في حال كان لدينا ثلوج أو حتى كمان سقيح إحنا مننصح المزارعين بعدم تقديم البياه من الحنفيات لأنها بتكون شديدة البرودة ينصح أنها تكون من خلال التنكات وينصح أن التنكات تكون داخل للبراكس هلأ منعرف أنه خلال فترة التلج في الشي المزارع ما فيه أنه يتحرك كتير فمننصحه بأنه يوفر كمية من الأعلاف على الأقل لثلاث أربع أيام تكون متوفرة عنده داخل عندنا البراكسات ومرفوعة عن الأرض لحمايتها عندنا من أي أمطار أو حتى ما توصلها عندنا الرطوبة بالإضافة إلى ذلك عندنا فرشة البركسات أو الأرضية البركسات يجب أن تكون عندنا جافة بالنسبة للدواجن ممكن تكون من شارة الخشب على سمك 7 إلى 10 سنتيمتر حتى تعطي تدفئ على الطيور بالإضافة إلى الأغنام ممكن تكون على سمك 30 سنتيمتر هذا أقل إشيء ممكن تكون عبارة عن شارة خشب أو قش ولكن يجب أنه يكون متجدد إذا يعني صارت تعرض للبلد يجب أنه نغيره بشكل سريع بالإضافة إلى موسم الولادات حالي موجود عندنا في الأغنام فمننصح الأخوة المزارعين بعدم تعريضهم للتيارات الهوائية الباردة وتدفئة طبعا المواليد الصغيرة إذا بدنا نحكي على قطاع نحل قطاع النحل كتير مهم إذا كان في عندنا ثلوج أو عندنا سقيع يجب عملية تشتية لخلايا نحل تشتية خلايا النحل بتكون عن طريق أنه نضيق مدخل الخلية عن طريق أنه إحنا نحط كيس من الخيش تحت غطاء الخلية هذا يعطي تدفئة أيضا للخلية اتجاه مدخل الخلية ما يكون عندنا باتجاه الرياح يكون عندنا بالاتجاه الشرقي مائل قليلا للاتجاه الجنوب هذا يعطي أيضا تدفئة للخلية بالإضافة إلى رفعها عن الأرض الآن بالنسبة للتغذية إحنا ما مننصح المزارعين أثناء طبعا وجود منخفضة جوية أنه يعمل على الفحص الخلايا لأنه سيؤذي الخلايا النحل ويؤذي أيضا النحل في حال توقف المنخفض شاف المزارع أنه ما فيه رياح يعني فيه سكون للرياح منخفض جوي جيد يعني كان فيه سماء صافية بإمكانه يفتع على خلية النحل يتأكد من سلامة الملكة أيضا يتأكد من وجود إطارات غذاء اللي هي عبارة عن حبوب لقاح بالإضافة للعسل بيكون على الأطراف حتى يتمكن النحل من التغذية عليه في حال أنه كان هناك ثلوج وممكن أنها يعني الطول فترة عنا البرد الآن بالنسبة للمزارعين اللي عندهم برك تربية أسماك في حال كان عنا ثلوج أو سقيع مننصحهم بتغيير المياه في فترة الليل لحتى يكسروا حدة البرود ذات البياه بالإضافة لتدعيم طبعا المظلات إزالة الثلوج عنها في حال أنه تساقط الثلوج يبقى أنه نحكي ألاء على المزارعين اللي عندهم خلينا نحكي محركات تشغيل أزي اللي عندنا التركتور الجرارات الزراعية هي بكون فيها محركات تشغيل فمننصحهم أنهم يفرغوا الرادياتر ما نسميه إحنا أول مشاع من المياه لحتى ما يتجمد داخل الرادياتر أو المشاع بالإضافة إلى أنه المزارع ممكن يحط الجرارات الزراعية داخل مخازن فإحنا مننصحهم أنه لما يجوا يشغلوها بعد انتهاء المنخفاض يعملوا بداية على تهوية المخزن ومن ثم تشغيل عندنا الجرار الزراعية لحتى عندنا نضبن السلامة الآمنة سواء للمزارعين أو حتى للقطاع الزراعي أنا ما قطعتك عشان يعني حكياتي كل الأشياء المهمة والمفيدة يعني هي والمعلومات أنا أعتقد أنها أبرز الإرشادات التي إحنا لاحظنا من خلال السنوات الماضية أنها أللات من الخسائر على القطاع الزراع هناك نقطة مهمة هي عن الرياح لأننا شاهدنا الفترة الماضية عندما كانت في الرياح الشديدة كيف يمكن المزارعين يتعاملون فيها بحيث لا نضر المزرعات التي يزرعوها وأيضاً أيضاً الشوادر والكرب الآن بالنسبة للرياح الشديدة في حال كان عنا رياح شديدة للبيوت المحمية منصحهم للمزارعين أنهم يفتحوا البيت المحمي بالاتجاه مقابل الرياح لحتى تخرج الرياح من الجانب الآخر وما تشكل عنا ضغط على هيكل البيت المحمي بالإضافة لتزحيف النباتات داخل البيت المحمي وخصوصاً في البندورة هذا بيقلل الضغط على هيكل البيت المحمي بالإضافة عنا لتدعيم وصيانة سواء كان البيوت المحمية أو البركسات يعني حتى كمان بعد انتهاء المنخفاض يجب على المزارع أن يقوم بعملية صيانة للبيوت يعني إذا كان في عنده تمزخ مثلاً في البلاستيك أو التطاير يحاول يرجع هذا البلاستيك لحتى ينقذ ما تبقى من المحصول بالأسف انتهى وقتنا يعني لا يمل منك أبداً أضوحا بس أحب أسألك قبل ما نختم لأنه انت دايماً شاطر بكل الأمثال الشعبية المتعلقة بالمواسم الزراعية شو المثال يقال الآن في هذا الوقت تحديداً؟ يعني إحنا هذه الصباة خلصة المربعانية صعب؟ نعم المربعانية يعني عادة يحكوا ياهب بتربع يا بتقبع يعني بتربع أنه فيه بيكون عنا عشب بيكون فيه تسمين يعني دليل الأمطار الغزير أو أنه بتقبع يعني أنه فيه شح في الأمطار لكن فيما أنه إحنا مقدمين على مرخفة ثلجة بني حكي أنه الثلجة يا أثلجت إن أثلجت أفرجت فبعتبروا أنه الثلج هو فرج فيه عندنا مخزون جوفي مائي فيه عندنا بتكون مياه للينابيع تدفق لمياه للينابيع وفيه أيضاً عندنا ريلة للأشجار اللي بتكون جذورها ممتدة يعني كثير من الأمثال نحب نستفيد منك بائدة دوحة نتمنى لك كل التوفيق وأكيد نتمنى أن كنت تنفيقنا المزارعين والمزارعات نتمنى أنهم يكونوا بالفعل استفادوا من كل الإرشادات ونصائح اللي قدمت إياها نهارك سعيد شكراً إليك ألاك دائماً تتواصلوا معنا نتمنى السلامة للمزارع وللمواطنين وللجميع وأهم إشيء يحرس المزارع على نفسه دائماً منقول للمزارعين تبعوا ألاك في الله يصبحكم شكراً إليك دوحة شكراً نورتين مشاهدينا وصلنا إلى الختام شكراً لكم على المتابعة نتمنى لكم نهار جميل ودافئ وإجازة سعيدة إلى اللقاء شكراً لكم